اكتشفوا الحالة زيرو يعني ايه الحالة زيرو اول انسان جاله كورونا في العالم طبعا ممكن كان يبفيه حد قبليه بس ده اول حد تم تشخيصه والحالة زيرو دي مسألة تاريخية ومسألة مهمة فبما انها مهمة قلت احكي لحضراتكم عليها طبعا الحالة زيرو دي موجودة في ووهان اللي هي بقرة الكورونا فيروس او اللي طلع منها الكورونا فيروس هي كانت باقعة جنباري باقعة جنباري وابتدى يجي لها اعراض وهي كانت بتقعد في السوق بتاع المأكلات المائية البحرية الست دي جالها الكورونا فيروس في ديسمبر يعني اول واحدة او هي اللي افتتحت الشغل مسمينا بايشنت زيرو اللي يعني المريضة صفر الست دي باقعة الجنباري دي عدد جنبها سبعة وعشرين فابتدى يبقى فيه سبعة وعشرين واحد بيروحوا مستشفى وهان العام بتاع الحميات واللوم يا جماعة انا عندي كحة انا صدري بيوجعني انا مش عارف ايه انا عندي اسهال اه 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 عادتوا مع مين عرفتوا مين مش عارفة الست دي عندها حاجة وخمسين سنة بالمناسبة من الناس اللي خفت يعني الست دي طبعا انا لا احملها ولا احمل دولة ولا احمل شخص انما الست دي وراها حصل قد ايه هي خفت فاكتشفوا خلاص مين الست اللي ابتدت الموضوع ده انا اظن ان الست دي حتبى حياتها صعبة لانه نازل اسمها السلاسي يعني الناس العالم كله هيبقى عارف ان دي اللي ابتدت الفيروس طبعا هو ملايز زنب هو جالها بقى منين هنا السؤال يعني هي الست دي هي اللي نقى هي اللي ابتدت الحفلة هي اللي عطسة العطسة الاولانية فرحت رازع سبعة وشرين فالسبعة وشرين جابوا ميتين وسبعين والميتين وسبعين جابوا ميتة الف وخد معاك انما هي الست بقى نفسها بقعت الجنباري دي جالها ازاي ده بقى يبقى فيلم تاني ان شاء الله يعني دايما يجي لنا المعلومة ويوم يجي لنا الحكاية اقعد برضو احكي الحضرات برضو بينكو سين فاكرين اما كنت في امريكا حكيتلكو على اول دكتور تكلم يوميها قلتلكو يوميها انه فيه طبيب في الصين بيتحدث على الجروبات عنده جروب على الواتساب بيلوهم يا جماعة اربط بقى الراجل ده كان في المستشفى السيد دي بتاعت الجنباري والسبع وشرين اللي معاها جم فالراجل قعد على الواتساب بتاعه كتب للناس اللي موجودين الدكتور ده مات طبعا ده بطل دلوقتي بيقولوا عليه البطل في الصين وتم تعويض اسرته بمبالغ مالية كبيرة في الصين ده البطل الاول ده اللي الاول قال لهم يا جماعة لا قالوا له يا عم حالاته دي الصين قال لهم لا الموضوع ده مش سهل الموضوع ده فيه حاجة غلط فيوميها اخدوه في الصين تعرفين الصين برضو يعني لطوف شوية اسكت قعد مالاش دوشة مش عايزين مشاكل بس ده دي اول واحدة اصيبت وده اول واحد ضرب نقص الخطر هي عايشة وهو مات بابيب الاتبال